صباح الخير لكل المتابعين أهلا وسهلا فيكم بالتوقعات الفلكية والأبراج وحكينا عن الفترة الأولى اللي هي الثلاث أسابيع الأولى من شهر آذار لكل الأبراج اليوم رح نحكي للفترة الثانية اللي هي الأسبوع الأخير من الشهر وللتذكير عطارت بالحوت لغاية تسعة الشهر بعدين رح ينتقل للحمل المريخ بدلوا لغاية اثنين وعشرين الشهر وبعدين رح ينتقل للحوت وكمان عندنا الزهرة بدلوا لغاية 11 الشهر ورح تنتقل للحوت والشمس كمان حاليا بالحوت هذا الانتقال للعدد الكبير من الكواكب عند الحوت عم بيخدم مصالحه بشكل كثير كبير إذن الفترة الثانية للحمل وتبدأ المطبات والسلبيات اللي كانت موجودة ببداية الشهر أو الفترة الأولى بالتلاشي والزوال ولكن بشكل تدريجي محسوس خلينا نحكيه رح تستفيد من هذه الفترة إذا كان خرجت من الفترة الأولى دون ما تاخذ معك أي سلبيات رح تشعر بالإيجابية الموجودة بالمعطيات بالأسبوع الأخير ولكن إذا كان أخذت معك سلبيات رح يكون هذا الوقت هو لتصحيح وتصويب الأخطاء اللي حصلت ببداية الشهر كمان رح تلاقي السهولة بفهم المعطيات الفترة الثانية كمان ما ننسى أنه الشمس عم تنتقل عند الحمل وهذا بيوضح الأمور بشكل كثير كبير رح تفهم بعض المعطيات اللي كانت صعبة ببداية الشهر تفهم المعطيات وتتخذ القرارات الصحيحة وتعوض عن كل ما فاتك بالفترة الأولى تغيير إيجابي كبير على كل المستويات أما بالنسبة للثور والفترة الثانية الأسبوع الأخير من الشهر رح تتغير المعطيات رح تدخل بأفكار سلبية تزعجك لذلك إحنا بالفترة الأولى حاليا حاول تنهي كل الأمور المهمة والقرارات المصيرية حاول تنهي متابعة معاملات إذا كانت مهمة بالنسبة لألك فهذه الأفكار رح تقدر حياتك ممكن تكون هي مش صحيحة وتنعكس عليك وعلى أمور حياتك على تعاملاتك على كل المستويات تواجه المدوى الجزر والمراوحة بالمكان فترة خالية من الحظ والدعم لذلك بدك تنتبه وتقرأ ما بين السطور الضاعف جهودك تحافظ على أسرارك وما تخالف القوانين أيضا بدك تهتم بصحتك أكثر الجوزاء الفترة الثانية رح تكون الأفضل على كل المستويات رح تنتهي المطبات اللي هي موجودة بالفترة الأولى خاصة إذا اتعاملت مع المعطيات بالجزء الأول بدبلوماسية وخرجت دون مشاكل وسلبيات رح يكون في دعم كثير كبير وأيضا رح تعمل على تصحيح وتصويب الأمور بشكل ذكي جدا هذه الفترة تعمل على استغلال الوقت لحتى تحقق هدف أو توصل لهدف كنت عم بتتابعه من العام الماضي الفترة الأولى بالنسبة للوضع العاطفي الفترة الأولى هي الأفضل للقرارات العاطفية السرطان الفترة الثانية وتبدأ من يوم 21 الشهر رح تكون تحت الضوء ولذلك بدك تكون حريص جدا على قراراتك أقوالك تحركاتك ما تسمح بالتدخلات الخارجية بحياتك على كل المستويات ممكن تسمع النصيحة ولكن بدك تدرسها بشكل مضاعف قبل ما تعمل فيها تنهي أعمالك بشكل صحيح دون خطأ ما تخلي الظروف اللي موجودة بهاي الفترة تنعكس على المهنة على حياتك الخاصة على القرارات على أي شيء ما تهمل أي جزء من حياتك ومن المعطيات اللي عم تظهر به هاي الفترة اعتمد الواقع وما تروح وراء خيالك يعني لا تفكر بشيء بشكل سلبي وتعتبره هو صح وتمشي وراء بدك يعني تأجل القرارات المصيرية به هاي الفترة ما تكون عاطفي وما تمشي وراء واطفك استخدم أو اعتمد العقل أكثر من القلب الأسد الفترة الثانية الأفضل على كل المستويات انفراجات سهولة بمتابعة الأمور خاصة اللي كانت صعبة عليك سواء كانت مهنية أو مالية وبحالة البحث عن بداء المالية رح تظهر بعض المعطيات اللي تقودك لشيء في تعويض مالي أو تذكر بعض الأمور اللي هي من الماضي فتفتح لك أبواب سواء كان على المستوى المهني أو البيع والشراء متابعة معاملة فيها ورث السفر متاح والأمور الصحية رح تكون جيدة بإذن الله العذراء من يوم 21 الشهر فترة تحمل الوضوح وتعرف وين كانت عم تكمن مراكز الضعف عندك ببداية الشهر لأنه قلنا أنه بداية الشهر للعذراء رح يكون فيه تراجع كثير كبير تظهر سلبيات ما رح تكون الأمور واضحة بالنسبة لإلك تبدأ تتوضح بي الأسبوع الأخير وتفهم مين اللي كان معك ومين اللي كان ضدك بدك تنتبه لصحتك بهذه الفترة من 12 الشهر تستعيد نشاطك نحن عم نحكي عن الأسبوع الأخير ولكن من بعد 12 الشهر ممكن تستعيد نشاطك وتمشي بخطوات جديدة فترة بدك تعتمد فيها الدبلوماسية بشكل كثير كبير عم تبحث عن السلام الداخلي وهذا اللي يخليك أنك تعتمد الدبلوماسية فترة جيدة لغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب أو لاتخاذ القرار بالارتباط الميزان للفترة الثانية هي مكملة للفترة الأولى فترة تحمل الضغوطات ولكنها إيجابية إذا عرفت كيف تتعامل مع معطياتها بدك تكون حذر ما تخالف القوانين تقرأ ما بين السطور تنتبه لوضعك المالي تعيد تخطيط حياتك ماليا ومهنيا أيضا بدك تحذر من حالات النصب والاحتيال من نسيان بعض الأمور المهمة بمكانات ما تستفز الآخرين وحاول أنه ما تسمح لحده أنه يستفزك إذا تعرضت للاستفزاز بدك تعد للعشرة قبل ما ترد العقرب والفترة الثانية الأسبوع الأخير انشغالات جديد من نوعها تخصك أو تخص أحد أفراد العائلة تشعر بالتوتر اتجاه أي أمر عم بحصل يعني مش أحسن الأوقات بالنسبة لبرج الأقرب لأنه عم تحلل الأمور بشكل خطأ نفسيتك تعباني عم تفهم الأمور بشكل خطأ بدك تبتعد عن اتخاذ القرارات المهمة بالنسبة لك بهذه الفترة من بعد 12 الشهر هي فترة جيدة لتعزيز العلاقات وأيضا بدك ما تسمح للتدخلات الخارجية إيجاد الحلول للمصالحة وإنهاء بعض المشاكل مع أحد الأطراف إذا كان في شريك مهني فهذه الفترة ممتازة جدا أنك تغير بند ما كان ماشي مع وضعك الحالي أو أنك تفرض بعض الأمور اللي هي مهمة بالنسبة لك القوس الفترة الثانية تشعر بالتعب ولكن المعطيات عم بتشير إلى المزيد من الفرص فمش وقت أنه تاخذ استراحة أبدا ممكن الاستراحة تكون ليوم أو لبعض الساعات للاستجمام وتغيير النفسية خلينا نحكي ولكن ما تاخذ استراحة طويلة لأنه لسه المعطيات فيها إيجابيات على كل المستويات وكمان مكاسب مالية جديدة من خلال بيع عقار أو بيع شيء يخصك أو من اللي عنده متابعة معاملات مالية قد تكون ورث أو أي شيء آخر رح يكون فيه نجاح بهذه المتابعة ما تستعجل الخطوات يعني المعاملة نفسها رح تمشي ولكن بدون ما تتخطى بعض المراحل أو تحاول تستعجلها فهذا ما رح يخدم مصالحك أبدا فترة جيدة لاسترجاع حقوق أو مطالبة بحقوق لإلك سواء كانت حقوق مالية أو موقع بعمل إن شاء الله الجدي والدلو والحوت بكرة نحكي لهم ورح نحكي بعدها للوضع العاطفي شكرا لمتابعتكم يساس صباحكم صحة 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 مارتنا شكرا للمشاهدة